الأمريكيون الأمريكان الأمريكيون كيف ننظر إليهم كيف نتعامل معهم أنا سأتحدث بشكل موجز ومختصر ولا أريد أن أسلط الضوء على إسقاطات الفكر القومي العربي وإسقاطات الفكر الإسلامي القطبي وبقية الإسقاطات الأخرى التي ضحك بها علينا كثيرا من قبل حكامنا القوميين القوميين ومن قبل حكامنا الإسلاميين ومن قبل مراجعنا الدينيين وهكذا فنحن ما شاء الله مضحكة أي جهة تريد أن تضحك علينا فإنها تضحك علينا وهنيئا لها لأننا مضحكة مهيئة ومستعدة لأن يضحك عليها للجميع ما يطرح في جونا الشيعي العراقي ومن أن الأمر كان يريدون كذا وكذا وكذا الكلام الذي يردده العروبيون القوميون القطبيون من السنة ومن الشيعة إلى كل العناوين الأخرى مشكلتنا مع الأمريكان هل هي أن يأخذوا نفطنا مثلا كما يقولون مشكلتنا مع الأمريكان هل هي أن يتدخل في تشكيل الحكومة مثلا إلى سلسلة من العناوين التي أنتم تعرفونها لا أريد أن أكررها وأن أعيدها هناك سلسلة من العناوين التي تطرح في مقالات مكتوبة أو في حوارات سياسية على الفضائيات وهكذا مشكلتنا مع الأمريكان ما هي بمشكلة احتلال عسكري مشكلتنا مع الأمريكان هي مشكلة كل دول العالم وكل شعوب العالم الأمريكان الأمريكان هم الأقياء الأقياء هم الذين يفرضون إرادتهم شئنا أم أبينا أنا لا أتحدث عن حرب عسكرية هنا نحن محتلون كبقية دول العالم نحن محتلون من قبل الحضارة الأمريكية وليس من قبل الجيش الأمريكي تفهمون هذه الحقيقة أو لا تفهمون الذي يحتلنا الحضارة الأمريكية أنتم قادرون على إنشاء حضارة بقوة الحضارة الأمريكية كي تصطرع معها أنتم قادرون على إنشاء حضارة أقوى من الحضارة الأمريكية كي تتغلب على الحضارة الأمريكية ماذا تقولون أنتم لماذا لا تفهمون الواقع كل شخص في العالم لكنني أتحدث في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج عن شيعة العراق كل شخص منكم أيها الشيعة يمتلك جهاز موبايل جهاز الموبايل تحول إلى قرين للشخص أي شخص منكم لو نسي جهاز الموبايل وخرج من بيته فإنه لا يستطيع أن يكمل مسيره سيعود سيعود راجعا إلى بيته كي يأخذ معه جهازه الموبايل صار جهاز الموبايل يشكل من شخصية الإنسان بحدود خمسين بالمئة إن لم يكن بنسبة أعلى من هذا بكثير عند بعض الأشخاص لكن المعدل العام عند كل الناس صار جهاز الموبايل يشتمل على خمسين بالمئة من شخصية الإنسان بحيث لا يستطيع الإنسان أن يواصل سيره باتجاه المكان الذي يريد أن يصل إليه وهو يعلم أنه قد نسي جهاز الموبايل في منزله فيعود راجعا إلى منزله كي يأخذ جهاز الموبايل وإذا ما سرق منه الجهاز أو تعرض جهازه لمشكلة فإنه سيحاول بقدر ما يستطيع إما أن يصلح جهازه وإما أن يحصل على جهاز آخر وهذه قضية جزئية من الحضارة الأمريكية التي تحتلنا حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي يترأسها ترامب مثلا هذه ليست هي التي تحتلنا أتعلمون أن هذه الحكومة لا تسمى بحسب الثقافة القانونية الأمريكية لا تسمى حكومة وإنما تسمى إدارة وترامب لا يسمى رئيسا للجمهورية بحسب المصطلحات للثقافة القانونية الأمريكية هو رئيس إدارة هو رئيس الإدارة الأمريكية فما نسميه بحكومة هو إدارة وما نسميه برئيس جمهورية هو رئيس إدارة أتعلمون ماذا يعني ذلك يعني ذلك أن برنامجا مسبقا قد وضع لهذه الإدارة وهذه الإدارة لها الحرية بحدود معينة ورئيس الإدارة هذا له حرية وولاية وسلطة بحدود معينة هل تعلمون من أن الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض هناك أجنحة لا يحق له قانونيا أن يلج إليها في البيت الأبيض في نفس بناية البيت الأبيض هناك أجنحة خاصة بالرئيس هناك أجنحة خاصة بعائلته وهناك أجنحة خاصة بموظفي البيت الأبيض البعض منها يستطيع الرئيس الأمريكي أن يلج إليها والبعض منها لا يستطيع قانونا قانونا لا يستطيع قانونا أن يلج إلى بعض من أجنحة البيت الأبيض الذي يحتلنا ما هو رئيس يبقى لمدة زمنية معينة في السلطة الحضارة الأمريكية هي التي تحتلنا تحتل العالم الحكومة الحقيقية التي تحكمنا هي وكالة ناسا للفضاء سيليكون فالي سينما هوليوود هذه الحكومة التي تحكمنا سيليكون فالي هو وادي السيليكون منطقة صناعية للتكنولوجيا العالية جنوب خليج سانا فرانسيسكو التكنولوجيا العالية والعالية جدا تخرج من هذا الوادي من وادي السيليكون سيليكون فالي وكالة ناسا هي التي تتحكم بالأقمار الصناعية والمؤسسات الأخرى التي ترتبط بهندسة الاتصالات في الفضاء هؤلاء هم الذين يحتلون العالم مايكروسوفت برمجياتها في كل مؤسسات العالم صاحب مايكروسوفت هكذا يكتبون عنه ويتحدثون عنه من أنه أيام شبابه كان يطمح أن يكون إمبراطور العالم لكن لا عن طريق القوة العسكرية أتعلمون أن كل وزارات الدفاع في العالم وأن كل وزارات الداخلية وكل الأجهزة الأمنية تعتمد على برمجيات مايكروسوفت بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر الكثير من مؤسسات العالم ترتبط في برمجياتها ارتباطا مباشرا بمايكروسوفت هذه أمثلة أنا لست بصدد تغطية كل المطالب نحن محتلون احتلالا كاملا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي في الثمانينات ولقد سقط الاتحاد السوفيتي متهاويا بسبب الحضارة الأمريكية لا بسبب آخر هناك أسباب داخلية تنشطت وتفعلت بسبب قوة الحضارة الأمريكية ومنذ ذلك الحين والحضارة الأمريكية تصنع امبراطورية لا مثيل لها عبر التاريخ في أيامنا هذه انتهت سيادة الدولة ليس من سيادة للدول فإن الأقمار الصناعية تستطيع أن تلج في كل مكان سقطت وذهبت سيادة الدول سقطت حصانة المجتمعات المجتمعات ليست محصنة أبدا بأي وجه من الوجوه أمام الحضارة الأمريكية في كل مكان حتى الدول التي تريد أن تصنع لها حصنا دينيا إيران السعودية أي دولة أخرى الحضارة الأمريكية تخترق الجميع وترغم هذه الدول على أن تلجأ إلى منتوجات الحضارة الأمريكية وإلا فلن تستطيع أن تستمر في الحياة بكل أشكالها نحن محتلون من قبل الحضارة الأمريكية هؤلاء الذين يتحدثون عن الشباب الذين خرجوا في العراق في المظاهرات ويقولون عنهم إنهم أبناء السفارة الأمريكية هؤلاء لا يفهمون شيئا من الواقع هذا الجيل من الشباب صار الإنترنت جزعا من وطنه هؤلاء ما هم أبناء السفارة الأمريكية هؤلاء أبناء الحضارة الأمريكية فإذا ما تناغموا معها صاروا جزعا من الحضارة الأمريكية وإذا بقوا كأمثالنا من الجيل القديم نقدم رجلا ونؤخر رجلا فإننا سنكون في حالة احتلال من قبل الحضارة الأمريكية سيادة الدول انتهت حصانة المجتمعات انتهت كانت المجتمعات تحصن نفسها بالأعراف والتقاليد فأي أعراف وأي تقاليد تستطيع أن تواجه طوفان الانترنت أية أعراف هذه نضحك على أنفسنا وذهبت الخصوصية الشخصية لا توجد خصوصية شخصية في زماننا هذا لقد تلاشت سيادة الدول وتلاشت حصانة المجتمعات وتلاشت الخصوصية الشخصية لكل فرد من يتعامل مع منتوج الحضارة الأمريكية ولا يستطيع إنسان مهما حاول أن يكون بعيدا عن منتوج الحضارة الأمريكية الحضارة الأمريكية تحاصرنا من جميع الاتجاهات فعالم الألكترونيك وعالم الفضاء الأقمار الصناعية وسائل الاتصال ثورة المعلومات شبكة الإنترنت بكل تفاصيلها بكل أنشطتها وفعالياتها وبعد ذلك تأتينا هوليوت ويضاف إلى هذا مكسرات الحضارة الأمريكية أغبياء هؤلاء الذين يتصورون أن الحضارة الأمريكية تنتشر من خلال مطاعم كنتاكي أو ماكدوناللز أو بقية سلاسل المطاعم الأمريكية المعروفة أغبياء هؤلاء هذه مكسرات الحضارة الأمريكية هذه إكسسوارات الحضارة الأمريكية إن كان في بنطال الجينس أو في قميص الكاوبوي أو في تي شرت الأمريكي أو 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 إلى آخره أو في نجوم هوليوت رجالا ونساء من الشخصيات العجائبية التي صنعوها لكل المجتمع الإنساني علينا أن نفهم الواقع هكذا لا أن نفهمه بذهنية الحاكم العربي المتخلف أو بذهنية الأخوان القطبي المتخلف إن كان من متخلفي القطبيين الشيعة أو من متخلفي القطبيين السنة فحينما تكون الأمور هكذا ما منفعة إعلان العداء للولايات المتحدة الأمريكية ما منفعة إعلان العداء إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد احتلتنا من جميع الجهات قد ألغت سيادة الدول وألغت حصانة المجتمعات وألغت الخصوصية الشخصية بإمكانهم أن يدخلوا من خلال أجهزة الكمبيوتر من خلال أجهزة الآيباد من خلال أجهزة الموبايل كي يراقب خطواتنا وكي يعد علينا أنفاسنا هم أو الذين تعلموا منهم مشكلة كبيرة جدا واقع بهذه القوة ومراجع وقيادات بهذا الخباء هذا الذي أشرت إليه قبل قليل لابد من وجود رؤية ووفقا لهذه الرؤية يتشكل البرنامج وعلى ضوء البرنامج يكون الخطاب حتى نستطيع أن نجاري العصر ولو في أدنى المستويات لا بهذا الحال المهترئ على المستوى الفكري على المستوى العقائدي على المستوى العملي على كل المستويات أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا لكنني أريد أن أعرض بين أيديكم بعضا من الفيديوات كي أذكركم بحلقاتي برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم هناك مجموعة من الوثائق والفيديوات والحقائق تم عرضها في هذا البرنامج ولا زالت حلقات هذا البرنامج يعاد عرضها على هذه الشاشة هناك مجموعة من الفيديوات تخبرنا من أن الحكومة الحقيقية في العراق ليست في المنطقة الخضراء وإنما في النجف أعرض بين أيديكم بعضا من هذه الفيديوات التي تشتمل على هذه الحقيقة وأتمنى عليكم أن تعودوا إلى برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم إما أن تتابعوه على هذه الشاشة وإما أن تعودوا إلى الإنترنت رجاء أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي مع الإعلامي العراقي أحمد مل طلال على قناة الشرقية نيوز رجاء أن اعرض لنا الفيديو عادل عبد المهد هو مرشح النجف ما أعلق لا تعليق أي رئيس وزراء أربع سنوات وحزبي قديم أني يقول لا أعلق عليه السؤال أنا فهمت الجواب والمشاهدي فهمه جواب لو لم يكن التعيين والاختيار من النجف لنفى لا أريد أن أعلق طويلا يمكنكم أن تعودوا إلى حلقات برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم من حيدر العبادي إلى بهاء الأعرج الذي كان رئيسا للكتلة الصدرية في البرلمان وكان كذلك نائبا لرئيس الوزراء رجاء أعرض لنا هذا الفيديو أول أول من طرح سيد عادل عبد المهدي قبل ما يشيع هو كان السيد عمار الحكيم لكن طرحها كان ظن أنه يفشل يعني طرحها للحرق ما يجد مقبولية وإذا تذكر فيه قبل تقريبا أكثر من عشرين يوم كانت أكو في التغريدة طبعا أنا قراءها قراءات هذه ما عندي يعني في التهمون الآخرين في التغريدة من سماحة السيد مقتد الصدر قال إنه ننظر إلى رئيس وزراء مستقيل لكن بعض الشركاء يحبون فرضون ولا نرح المعارضة هو كان عادل لأن طرحها عادل فكان أكو رفض يعني سيد عمار حكيم طرح عادل عبد المهدي أمام سيد مقتدل فرفضها سيد مقتدل بالبدء رفضها بالبدء وبالتالي تدخل سيد محمد رضا السستاني بهذا الموضوع وسوف فد أجواء ولذلك لم تكسر كلمة محمد رضا وبالتالي صار أكو فد ليش تعتقد محمد رضا السستاني هو اللي رشح المرجعية في أكثر سيد الثاني سيد الثاني ما يدخل بهذا التفاصيل طيب ما سيد محمد رضا هو يعني يرمز إلى سيد الثستاني بالنهاية لا لأحنا مره نمر مرجعي ومره نقول لمحمد رضا خلنا فرق هالمرة شين فرق هساني عندي فرق إذا ما عندك فرق حتى الناس يعني المرجع عندما يكون المرجع عندما يكون يعطيفة خيار فهذا الخيار يجب أن يكون صالح مئة في المئة احنا بتكلم بصراحة رؤساء الوزاراء السابقين من الجعفري إلى العبادي سيد عدل ما يتكلم عليه لحد الأنصار رسمي جابتهم المرجعية أو سيد محمد رضا وبالتالي كان مجلسا بس صوت تصريح خطير ممكن يردون عليك لا لا احترام لا بالأكس كانت خيارات كانت مشكلة مدى أنتكت يرفضون ألصاق لرؤساء الوزاراء بهم لا لا قد يكون ماكوا اعتراض أنا كنت رئيس كتل أخو فعرف كل التفاصيل للصير لا لهم من يختارون كان يردون خير للعراق كان يردون يلملمون المشاكل يخليه الاعتلاف أو التحالف أو كل هذا الموضوع ولذلك عندما لما يشوفون أكو خلل في هذا الموضوع كانوا يردون وهذه صلاة الجمعة في كربلا كل جمعة في انتقادات سواء كانت الحكومة العبادية أو حكومة المالي كانت واضحة وصريحة في مثل هذا الأمر ومن بهاء الأعرج إلى رحيم الدراجي الذي كان نائباً في البرلمان العراقي رجاء أن أعرضوا لنا الفيديو الحكومة شون شكلت الشيخ رحيم والله أنا بحسب معنوماتي أن حكومة تم اختيارها قبل الانتخابات بثلاثة أشهر جاهل اختارها اختارتها النزف صدرت بيان ولغتها لا مو بيان عوفق من هذه المسألة دكتور عادل عبد المهدي تم نقلة إلى منطقة الخضراء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات ووضعت له حماية من قيادة قوات بغداد دون علم حتى لعباد بأمر 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 من النجاح من المرجعية الدينية النجاح فأنا معرف مرجعية ومرجعية من النجاح لا أستاذ تم تم اختيار بكتور عادل وتم أخذه ووضعه في بيت خاص بمنطقة الخضراء وبحراسة من قوات بغداد حمايات قوات بغداد دون علم العباد وطلب من القوى السياسية أن يكون هو مرشح التسوية هو مرشح التسوية لكن هو المشكلة ما نجح بالتوفيض اللي يحصل عليه هو كان يفترض به أن يكون مرشح تسوية والتوفيض الموجود المعلومة اللي أنت تقولها خطيرة بل عالم خطيرة أنا أقول لك لا أريد أن أعلق كثيرا لكنني فقط ألفت نظركم إلى أن خطبة المرجعية التي تتلى في صلاة الجمعة في كربلاء دائما تنأى المرجعية بنفسها عن قضية تدخلها في تشكيل الحكومة في بغداد وهو كذب صريح إن لم تكن المرجعية كاذبة فلتكذب هؤلاء هؤلاء سياسي العراق رئيس وزراء نائب رئيس وزراء عضو برلمان وهناك سلسلة طويلة من الشخصيات السياسية العراقية تتحدث عن هذا الموضوع هذه نماذج وتخرج علينا المرجعية من دون حياء تضحك علينا فأنا أقول لمرجعيتنا الكريمة كفى ضحكا على ذقوننا وكفى ضحكا على أشياع آل محمد هذا كان فاصلا ليس في صلب الموضوع فكان حديثي عن المفردة الأولى الأمريكيون علينا أن نعرف موقع الأمريكيين منا وأن نعرف موقعنا من الأمريكيين القضية كبيرة جدا فنحن محتلون احتلالا كاملا من قبل الحضارة الأمريكية ولسنا وحدنا أوروبا بكل حضارتها هي الأخرى محتلة من قبل الحضارة الأمريكية القضية كبيرة حتى ما ينتجه الصينيون إنهم يسرقون التكنولوجيا من الحضارة الأمريكية وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل يمكنكم أن تبحثوا عنه وستطلعون على التفاصيل الكثيرة إذا ما أردتم أن تبحثوا على الإنترنت عن هذا الموضوع البرنامج ليس مخصصا للحديث في كل هذه التفاصيل إنما أعرض تعريفا موجزا ومختصرا لمفردات ترتبط بحياتنا بل ترتبط بوجودنا وبواقعنا على جميع المستويات حتى الذين يعلنون الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية إنهم محتلون بجهة من الجهات من قبل الحضارة الأمريكية ولا يستطيعون أن ينفكوا عن الحضارة الأمريكية لأنهم إذا انفكوا عن الحضارة الأمريكية فسيخرجون من التاريخ الموضوع كبير جدا هذه العوبة العداء مع الولايات المتحدة الأمريكية هذه مضحكة يضحك بها علينا هذا موضوع كبير نحن بحاجة إلى تسليط الضوء عليه إذا ما سنحت لي فرصة سأعرض لكم الحقائق وكيف أن الذين يعلنون العداء للولايات المتحدة الأمريكية يحتاجون الحضارة الأمريكية أكثر من الذين لا يعلنون العداء لها وذلك بالحقائق بالأدلة العلمية مشكلة كبيرة جدا هذا الموضوع بحاجة إلى مناقشة هادئة متزنة مناقشة